بسم الله فالفقرة هذه راح أتكلم عن المصادر والجداول المصادر نقطة مهمة وبابتابة ليش نستخدم المصادر المصادر بكل بساطة راح نحتاجها بالبي بيل وراح نحتاجها أحيانا للتعمق ببعض المواضيع اللي ما تكون واضحة بالمحاضرات وبرضه في بعض الابجيكتبس ما راح تبانى عندك المعلومة إلا إذا رجعت المصادر وما تعمل المصادر فيه مصادر كتب وفيه مصادر مواقع الانترنت المصادر الكتب لكل مادة تقريبا كتاب أو أكثر على حسب يعني فيه حين فروقات بالمعلومات وزيها أول شيء راح أبدأ بالأناتومي الأناتومي عندنا عندنا تقريبا أكثر من كتاب عندنا شيء اسمه أطلس وشيء اسمه تيكسبوك أطلس غالبا يكون صور ومثاله هنا فيه نتر وفيه بعض الكتب تكون أطلس وتكون برضه تيكسبوك من هالنوع هذا كتاب اسمه مشور اسمه جرانت وفيه تيكسبوك زي غريز وغريز اناتومي وسنل خلصنا من الانتومي وهو الأكثر كتب موجودة فيه في عندنا الهيستولوجي وهي مصدر أول له كتاب واحد اللي هو ويترز ويترز هذا هو الهيستولوجي تقريبا عندنا بالكلية حتى سلايدات الاختبارات العملي تكون مستخرجة منها الكتاب هذا نفسه فهو كتاب مرة مهم لازم تشترونه ننتقل لبايوكيميستري البايوكيميستري فيها كتابين إلا أنه هناك رو 재밌ون تقريبا بالتعديد ويمنى ذكب فشاعر ننتقل لمادة الثانية الميكروبيولوجي الميكروبيولوجي مو مرة واضحة يعني في مصدر لكن غالبا احنا نعتمد على محاضرات الدكاتريا لكن في مصدر اذا احد يبي اللي اسمه ميديكال مايكروبيولوجي عند ميونيولوجي مادة الكميونيتي طبعا احنا ما نستعمل لها مصادر لكن انا عنصح اذا تبغون كتب بامكانكم تشوفون المكتبة بخصوص الكميونيتي لانه مواضيع مرة دقيقة شوي وما فيه كتاب مرة ينصحون فيها الدكاتريا المادة مرة مهمة اللي هي الباثولوجي الباثولوجي فيه كتاب روبينز طبعا ودي تتابعون للنقطة هذه لانه مرة مهمة روبينز له نسخة يعني نسخة بايزيك ونسخة بايزيز طبعا اللي نحتاجه حنا البايزيك لانه معلوماته مختصرة اكثر وفيها نوع من السهولة اسهل من بايزيز ننتقل مادة ثانية اللي هي مادة الفارما الفارما فيه كتاب ليبينكوت مع اني انصح انكم ما تركزون على الكتاب هذا تركزون على محاضرات اكثر لانها حجمة ما شاء الله كبير محاضراتنا والقسم مرة يعني مرة محاضراته كويسة خلصنا من الجزية الاولى من هالفقرة هذه الجزية الثانية عن الجداول الجداول كلياتنا طبعا تنزل مع كل بداية بلوك احيانا تنزل ينزل جزء بسيط من الجدول لكل بلوك احيانا ينزل الجدول لكل بلوك كامل طبعا حنا الجدول السبوع الاول يختلف عن السبوع الثاني للمحاضرات تختلف والمواضيع موضوع السبوع الاول يختلف عن الموضوع السبوع الثاني ففيه اختلافات طبعا فيه ملاحظة مهمة انه لازم اول يوم شون الطلاب راح توزع لك موراك تسجلون فيها موادكم وتعطونها مياه طبعا الجداول عندنا ممكن تاخذ مواد من نفس البلوك ومواد من المواد الإلزامية زي السلام والعرب طبعا عندنا بإمكانكم تقدمونا محاضرات بس طبعا على حسب مزاج الدكتور طبعا الآن بعرض لكم نموذج للأسبوع الاول من اول بلوك عندكم والآن بعرض لكم جدول من الأسبوع الاول من حد البلوكات الثانية لانه فيه اختلاف بين الجداول البلوك الأول والجداول البلوكات الأخرى طبعا فيه اش اكيد فيه اشياء مهمة ما فهمتوها من الجدول فيه حاجة اسمها الستيل اللي هي سب تاريكت الليرنينغ وهذا يعتبر وقت لان الطالب يتعلم فيه او يحصل على معلومات يعني بإمكانك تروح المكتبة بإمكانك حتى تروح تزور ديكاترة بإمكانك ترجع البيت بإمكانك ترجع البيت صحيح وفيه حاجة ثانية اليو اي اليونيفيرستي اكتيفيتز هذي يعني هي نشاطات لكلية أحيانا تحط فيها وأحيانا وغالبا ما تكون فاضية طبعا فيه اشياء ثانية الي هي البيبيل والتيبيل والسيمينار وبعض السيمينار راح نتكلم عنه في فقرة ثانية أحيانا 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 إذا فيه أي استفسار أي سؤال أحيانا 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 في ميلاتنا حياكم الله باي وقت في أي نقطة ما فهمتها أي سؤال ترى شبابه حياكم الله واللي حابي تفرج على أي فقرة أخرى أو أي نقطة أخرى كلا المقاطع إليها لينكات خاصة موجودة تحت في الدسكريبشن وحياك الله بأي وقت بالتوفيق شباب اشتركوا في القناة